موسيقى ويحتوي على تمارين متعددة رح نتكلم عنها ونحل التمارين المهمة جدا ونتحدث عن الجانب القواعدي في الدرس اقرأ وأجب الأسئلة حول نفسك يطلب الجواب بيس أو نو هذا التمارين يتحدث عن محادثة بينك وبين زميدك عزيزي الطالب في هذا التمارين أي تلميذين يفترض أن يعملوا سويا مجموعة من الأسئلة وذلك لزيادة فهم الموضوع ولتنمية قابلية التحدث لدى الطلاب يدور التمارين حوله هل أنت من قبل معناها من قبل كوكت دينار طبخت عشاء فالجواب رح يكون أما بيس أو نو لكل الطرفين أنت وزميلة السؤال الثاني هل أنت غسلت سيارة من قبل السؤال الثالث هل أكلت طعام من اليابان من قبل طعام ياباني من قبل السؤال الرابع هل كتبت قصيدة من قبل السؤال الخامس هل من قبل شاهدت تشبحا السؤال السادس هل كنت من قبل في طائرة هل زرت من قبل إنجلترا عمل محادثات هنا فتح محادثة أنت تسأل هذا السؤال وبإمكانك أن تختار أي دولة زميلك يجيب نعم أنا ذهبت هناك العام الماضي تسأله سؤال آخر ماذا فعلت هناك يقول لك I went shopping and visited the museum ذهبت للتسوق وزرت مدحفا تفتح محادثة مع شخص آخر يجيبك no I haven't كلا لم أذهب I have never been there لم أكن أبدا هناك من قبل would you like to go تعيد عليه سؤال آخر هل تريد الذهاب راح يجاوبك بخيارات من تسأله would you like to go راح يجيبك بخيارات أما yes I'd love to نعم أريد أن أذهب هناك أو أحب أن أذهب هناك أو no لا I'd rather go to Japan أفضل الذهاب إلى اليابان يعني نوع من المحادثة لتنمية قابلية الطالب في مهارة الspeaking تنمية مهارة التحدث وفي نفس الوقت enhance the students vocabulary وتنمية إمكانية الطالب في المفردات هنا في هذه المحادثة استخدم زمنين زمن المضارع التام وزمن الماضي البسيط وسنتعرف على الفرق بين الحالتين في خلال المحاضرة يتوفر شرح في القناة للزمنين المضارع التام والماضي البسيط يمكنك الرجوع إليهما عزيزي الطالب وفهم الموضوع الزمن المضارع التام يتحدث عن حدث وقع في الماضي ولا يزال مستمر لحد الآن أو أنه انتهى قبل قليل وآثاره لا زالت مستمر بينما الماضي البسيط يتحدث عن حدث وقع في الماضي وانتهى في الماضي هذا هو الفرق بين الزمنين فإنما تسأل بالزمن المضارع التام Have you ever been to France هل زرت من قبل فرنسا هنا لم تحدد فترة زمنية إنما تسأل عن الماضي لحد الآن من الماضي لحد الآن هل زرت فرنسا في تأريخك هل زرت فرنسا أم لا ما حدد وقت محدد في الماضي للزيارة أما بالنسبة للزمن الماضي البسيط فيتحدث عن حدث وقع في الماضي وانتهى في وقت محدد فإنما يكون الجواب Yes I went there last year نعم ذهبت هناك العام الماضي هنا لم يحدد فترة إنما هنا حدد العام الماضي أنا ذهبت هناك العام الماضي ورجعت حددت وقت الحدث العام الماضي وانتهى في العام الماضي The answer talks about a definite time تتحدث عن وقت معين وقت محدد In the past في الماضي The verb is in the past tense والفعل في زمن الماضي البسيط تمني ينسي صفحة 57 page 57 من كتاب النشاط استخدم الكلمات تحت الجدول التالي لإكمال الجدول سؤال إملاء وهو سؤال مهم جدا C Use the correct words from the boxes استخدم الكلمات الصحيحة من الصناديق ملو أدنى هذه الصناديق اللي يقصد To complete the table لتكمل الجدول معطيك صيغ أفعال مجردة V فعل مجرد Eat يأكل Write يركب C يرى Write يكتب B B يكون Go يذهب هنا معطيك صيغ ماضي لهذه الأفعال ومعطيك صيغ تصريف ثالث لهذه الأفعال فاستخدم الكلمات المناسبة وضعها أمام الأفعال Eat لنذهب ونرى الماضي الزمن الماضي لكلمة Eat نجدها هنا Eat ندرجها هنا تصريف الثالث فنجد Eat نكتبه أمام الفعل Eat فأصبحت Eat Eight Eat الفعل Write نبحث عن صيغة الماضي للفعل Write في هذا الصندوق فنجدها Road ونبحث عن التصريف الثالث في هذا الصندوق فنجدها Redden تصبح صيغة التصاريف Write مجرد يركب Road في الماضي Redden في التصريف الثالث نبحث عن الماضي للفعل C فنرى So ثم نبحث عن التصريف الثالث لC فنرى Scene يصبح C So Scene نبحث عن الماضي للفعل Write Road نكتبها أمامه نبحث عن التصريف الثالث لwrite written تصبح الصيغ كما يلي Write Road written نبحث عن ماضي B Was Where نبحث عن التصريف الثالث للفعل B فنجدها بين فتصبح الصيغ B يكون Was Where كان كان ثم بين ثم بين كان Go نبحث عن الماضي فنجد went ماضي Go gun التصريف الثالث لgo gun فتصبح الصيغ Go went gun أعزائي هذا التمرين مهم من ناحية الإملاء ومن ناحية حفظ الأفعال وتصاريفها معنى وإملاء فالمهم في هذا الدرس هو التركيز على الفرق بين الماضي بسيط والمضارع التام والتركيز على حفظ الأفعال هذه القائمة من الأفعال وتصاريفها أيضا إلى هنا أعزائي انتهي درسنا لهذه الساعة شكرا جزيلا على حسن استماعكم ألقاكم في محاضرات قادمة مع السلامة